تواصلت فعاليات مبادرة سند الخير لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل من 20 إلى 25% في سياراتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا ونجحت المبادرة منذ انطلاقها وحتى الأسبوع رقم 68 في تقيق مبيعات تقدر بحوالي 342.4 مليون جنيها وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في أسبوعها 68 حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 3.4 مليون جنيها خاصة اللحوم المجمدة والطازقة بإجمالي مبيعات قدرت بـ 1.6 مليون جنيها واطفت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة بمحافظة القاهرة والمنوفية وباني سويف